بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يتوجه الأمريكيون كل أربع سنوات لاختيار رئيس جديد للبلاد بعد أن يقوم كل من المرشحين بتسمية نائب له لكن تركيبة الانتخابات الأمريكية عملية معقدة بعض الشيء إليكم لماذا؟ حتى يصبح المرشح رئيساً عليه الحصول على ما يزيد على 270 صوتاً مما يعرف بمندوبي المجمع الانتخابي البالغ عددهم 538 مندوباً لكن أين الناخبون؟ لكل ولاية عدد معين من المندوبين يتم احتسابه استناداً إلى عدد المقاطعات في الولاية ويضاف إليه عدد أعضاء الولاية في مجلس الشيوخ لنأخذ كاليفورنيا على السبيل المثال فعدد سكانها 36 مليون نسمة في 53 مقاطعة ولديها عضوان في مجلس الشيوخ إذن تحصل على 55 مندوباً في المجمع الانتخابي لذلك هي ولاية أكثر أهمية من كانساس التي تضم ثلاثة ملايين نسمة فقط في مقاطعات أربع ولديها عضوان في مجلس الشيوخ وبالتالي لديها 6 أصوات ولذلك كسب التأييد في ولايات كبرى يمنح المرشح عدداً أكبر من المندوبين وتساهل مهمة الوصول إلى البيت الأبيض وفي العشرين من يناير يقسم الرئيس المنتخب اليمين الدستورية ترجمة نانسي قنقر